اهلا وسهلا بكم انا مقاطع الزهالي ودي قناة كتب وسينيما اللي انت شايفه في الفيديو ده هو يعني عرض بيتعمل هو ايتنج شو اسمه موكبانج بدل الموضوع سنة 2009 وبعد كده انتشر بشكل كبير جدا سنة 2010 في كوريا الجنوبية وعدد من الدول طبعا نتكلم بقى عن يعني ايه المشاكل اللي مسببها الموضوع ده وانتشاره عالميا والدول عملت ايه لمواجهة الفيديوهات اللي زي كده وليه اصلا الناس بتشوف النوعية ده من الفيديوهات يعني تلاحظ حتى عندنا مثلا في مصر او في العالم العربي فيديوهات كتير كده فيها نوع بقى يعني هي مش موكبانج بشكل صريح ولكن بتكون مثلا تحديات عن الاكل يقول لك هتحدى مش عارف حماتي وهناكل كام فرخة والكلام اللي احنا بنشوفه ده واللي هو يعني بيطلع تريند بشكل كبير طبعا الموجود على ملصات مختلفة زي مثلا تويتش عمل له قسم معين كده اسمه ومفيد بقى ان هما الناس بتقعد تكلمك في مواضيع معينة وفي الوقت اللي هما بيكلموك فيه بيعودوا ياكلوا كنوع يعني من المشاركة كأنهم بياكلوا معاك ودخل كمان يعني جزء منه يعني مشترك مع موضوع فيديوهات اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده اللي هي بقى بتاعت تعملك وهذا الكلام ولي بيسمعوا لأصوات هادية ففي ناس من الأصوات اللي هي بتخليها تحس بالاسترخاء كده اصوات الاكل فبيبقى هو موكبانج واسم في نفس الوقت اتكلم هو ليه الناس بتشوفوا الفيديوهات دي وايه مزاياها مثلا يعني لو لها ايجابيات وايه سلبياتها والدول عملت ايه وهذا الكلام ولكن تعالوا نتكلم الاول عن الموضوع المهم هل الفيديوهات دي بتجيب فلوس كتير بتجيب ارقام خيالية في الدول اللي موجودة فيها طبعا موجودة في الصين وكوريا واليابان ودول كتير جدا وكمان طبعا في يوتيوبرز اه امريكيين برضو بيعملوا عروض الموكبانج دي مقال مسلا عن اه يوتيوبر عمرها خمسة وعشرين سنة طبعا بتصور نفسها وهي بتاكل فبيقولك ان هي ثابت الوظيفة عشان بقى ايه تتفرغ لنوعية دي من الفيديوهات وهنا مقال تاني بيقولك في العنوان ان اليوتيوبرز اللي بيعملوا عروض الموكبانج في كوريا بيحصلوا على مبالغ اكثر بما تتخيل ولو جينا نشوف بعض الارقام للناس اللي بيعملوا عروض الموكبانج شوفها الارقام الرهيبة هتوصل لحد فين يوتيوبر اللي هو ايت وز بوكي ده بيقبض يعني مية تسعة وسبعين الف دولار في الشهر اه واحدة برضو يوتيوبر تانية دي بتحصل على ميتين وسبعتاشر الف دولار امريكي كل جهر وهنا رقم زي ما احنا شايفين تلتمية واحد وسبعين الف وبعد كده فوق كمان ده بقى يعني هي بتعمل اي اس ام ار وعروض اه موكبانج في نفس الوقت فبتاخد بالامريكي برضو ستمية اتنين وسبتين الف دولار امريكي في دونا بقى يعني ده ده يوتيوبر برضو موجودة ده رقم تاريخي بقى يعني ايه بيقول لك اتنين فاصل سبعة وثلاثين مليون دولار امريكي كل شهر تمتخيل يعني حوالي اتنين ونص مليون كل شهر من اللي هي واحدة بتيجي تقعد تاكل بس والناس بتتفرج عليه فالموضوع بقى ظاهرة زي ظاهرة الاي اس ام ار لتكلمنا عنها قبل كده بنكلم عن بعض الظاهر اللي بوجودة على الانترنت فالاي اس ام ار ظاهرة وبرضو بيجيب ارباح كتير جدا ناس بتعمل يعني نوع من الاسترخاء كده الاصوات معينة بيسمعوها وبيحسوا بنوع من الهدوء كده ويساعدهم على النوم بينما الموجبانج هو عرض يعني ليه اسباب تانية هنتكلم عنها دلوقتي ليه الناس بقى بتشوف الفيديوهات دي في مقال في زي كونوميست بيقول ان سبب انتشار الفيديوهات دي بشكل كبير ده السبب اللي هنتكلم عنه موضوع الوحدة احساس كبير بالوحدة فالناس بتقعد يعني تاكل وشايفين بقى ان حد قدامهم في الفيديو بيشاركهم معاهم الاكل وكده فما بيعرفوش يكل وحدهم فيش يفتحوا الفيديو ويبدأوا يكلوا معاك يعني هو نوع من زي ما هم وصفوا بانتشار عدم السعادة والوحدة وكمان بيقولوا ان هو بيعمل لك نوع من الاشباع عن رغبتك في الاكل من خلال الشخصية اللي قدامك دي بيتمثل افاتار معين بيقولك يعني اطلب مني اللي انت عايزه وانا هعمله لك اه تاكل كذا مش عارف انت بتأمره وانت بتتخيل نفسك ان انت الشخص ده وبيخليك كأنك يعني بيعمل لك حالة من الاشباع من كمية الاكل اللي هو بيكلها خصوصا لو انت اصلا عندك مثلا نوع من مشاكل في الاكل وكمان دراسة في كوريا الجنوبية بقى عملوا دراسة عن هذا الموضوع وقالك ان هو برضو بيتكلموا عن موضوع الوحدة اساس بالوحدة وفي نفس الوقت احيانا بيكون نوع من الهروب من الواقع يعني بتهرب من الواقع بتفتح بقى فيديوهات ناس عمالة تاكل الكميات دي وبتحاول يعني بمكنك بتضايع وقت وحسس بوحدة كبيرة او ان اليوتيوبر ده بيستهلك كمية اكل فالمشاهد بقى بيبدأ يشوفه ان هو اعمال يعني يتخال نفسه زي ما قلنا ان هو بيستهلك الاكل ده اللي هو نفسه يكون مكانه لو هو ماشي على ضاية معين كمان دكتور ريتشل هي مؤلفة كتاب ويو ايت واتو يو ايت قلنا الموضوع خليط من ابعاد يعني نفسية واجتماعية وبيئية بتخليك او بتخليك مشاهد في حاجة ان هو يشوف الفيديوهات دي ومنها طبعا ده ما قلنا موضوع الوحدة وان في كوريا الجنوبية مش منتشر ان ان واحد يكون مثلا في مطعم وياكل لوحده يعني بيقولك ان ده اكل بتكون اشبه بعادة اجتماعية لازم مجموعة يكلوا مع بعض مع انتشار بقى الوحدة والعزاب وكده فما بيخرجوش للمطعم يكلوا مجموعات مع بعض فبيقعد ويفتح الفيديو وهتخيل بقى ان ده صديقه اللي بيكلمه طب ايه مشاكله بقى تعالوا نتكلم عن مشاكل الفيديوهات دي واختارها بيقولك اول حاجة ان اه ممكن تسبب للمشاهدين انت عمل تشوف واحد عمل يكل بكمية كبير ويستهل الكميات من الكالوريز وهو قاعد في وجبة واحدة ممكن مثلا تقلده او تقول ان ده شيء عادي وتعمل زيه في مرات متعددة فبيسبب بقى ارتفاعات في ضغط الدم طبعا وامراض تانية تأثير على القلب ويعمل لك مشاكل في موضوع الاكل نفسه واهضار الطعام والمشكلة العالمية وازاي بقى الحكومات بتواجه النوعية دي من الفيديوهات طبعا غير انتشار بقى يعني هي بتحفز انتشار موضوع السمنة وامراض السكر طبعا الكميات اكل غير طبعية زي ما بنشوفها في الفيديوهات والموضوع تنقل كمان يعني بشكل غريب لموضوع ان في فيديوهات موكبانج للحيوانات زي ما هنشوف حتى انا مش عارفهم الناس بيبدأوا يشوف الفيديوهات دي بتاعت مثلا كلب وهو بيأكل ولا هما بيجيبوا الكلب بتاعهم يتفرج على الكلب التاني وهو بيأكل كوريا الجنوبية بدأت تحس بالخطر من النوعية دي من الفيديوهات وبدأت بقى تقول ان هي هتحط قواعد معينة لنوعية دي من الفيديوهات لمكافحة السمنة ويعترض عليها الناس كتير طبعا ويتقدمت ضدها يعني دعاوة عشان ما يتحكموش في الفيديوهات تعالوا نشوف كمان الصين عملت ايه الصين كانت عاملة حملة بيقودها الرئيس نفسه اسمها زكليم بليت فهي ضد الهضار بتاع الطعام الكبير وطبعا ده بيحصل بشكل كتير جدا في موضوع الفيديوهات بتاعة الموكبانج وفيديوهات تانية بقى زي التحديات وهذا الكلام كله فيه اهضار كبير للطعام والصين حاسة بالخطر وعندها المشكلة دي وان الطعام المهضر ده يعني ممكن يأكل ملايين تانيين لكل واحد بيأكل على قده وحتى كانوا عاملين سياسات كده في المطاعم اللي يقولك مثلا لو راح عشرة مطعم يتقدم لهم تسعة اطباق بحيث ان هما يعني مايفضش حاجة كان فيه ببعض القواعد كده اللي يتحطط عشان موضوعا مكافحة الاهضار الكبير بتاع الطعام فعملوا ايه بقى زي معالم السجير كده عليها تحذير مثلا نضرب الصحة بيقولك لما في الصين تيجي تبحث عن عرض اكل او مش عارف ايه هيتلعلك تحذير معين عن اختاره بالنسبة لك حاجة تانية موضوع كمان كلموا عنهم موضوع القسوة ضد الحيوانات البعض بقى بيعمل عروض معينة خصوصا في اسيا طبعا بيستعملوا اساليب فيها عنف كبير ضد الحيوان نفسه اللي بيأكلوه عروض كده مفزعة البعض بيعملوها عارفين طبعا طبيعة الاكل في بعض الدول اللي في اسيا بيبقى مشاكل بالجملة مشاكل صحية مشاكل اهضار الطعام امراض السمنة والسكر والقسوة ضد الحيوانات وموضوع الاهضار بقى الكبير اللي حول العالم هذه العروضي بتمثل خطر يعني بدأت الحكومات تنتبه ليه وانه يجب مكافحته ليه ايجابيات او ناس بتشوفه لاسباب معينة تقول مثلا عشان الوحدة او بيسبب لي نوع من الاسترخاء او مشاكل ايه ولكن موضوع احضار الطعام او للعالم يجب انه هو برضو ميتمش اهماله فيترى ايه مستقبل العروض دي وهل هتستمر بنفس الطريقة دي وليها برضو ملايين المتابعين في حول العالم ومنصات مختلفة ويوتيوبرز كتير بيعملوا النوعية دي من الفيديوهات ولا بعد كده قوانين كتير هتطلع وتحاول تنظم المسألة دي و اراكم معاك خير ان شاء الله في الحلقات القادمة و مع السلام